موسيقى السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط نلتقي وإياكم في درس جديد من دروس الرياضيات رح يكون درسنا لهذه اليوم تكملة تمارين عشرة واحد في الدرس الماضي حلت لكم السؤال الأول فرع A وB وC وD هسا إن شاء الله رح أحل لكم بقت من هذه مجموعة التمارين اللي أنت تعرف هاي آخر تمارين بعد بالكتاب وفي الأحصاء سؤال الثاني والثالث والرابع إن شاء الله هسا أحل لكم إياهم في هذا الدرس نجي على سؤال الثاني هذا السؤال يريد الوسط الحسابي للجدول تكراري من طيني سؤال الثاني لاحظ هنا سؤال الثاني جد من الجدول التالي من الجدول التالي الوسط الحسابي الوسط الحسابي تلاحظ إحنا أيضا هذا هو جدوله وبعدين أنا أسوي لك جدول للحل هذا الجدول اللي هو المطيني يا مطيني الوزن والعدد الوزن ومطيني العدد إش قد هنا طبعا الوزن ستة العدد اثنين الوزن تسعة العدد اثلاثة الوزن سبعة العدد أربعة الوزن أثنعش العدد ستة الوزن أسبعتعش العدد خمسة الوزن عشرين العدد سبعة هنا رح أسوي لك آني جدول بالحل رح نعمل جدول هنا رح أعمل لك جدول حتى يبين الحل منظم به الوزن والعدد وبعدين شون أضربهم لاحظ هنا هذي الجدول هنا هنا الوزن وهنا العدد والشلون رح أضربهم هنا لاحظ هذي الجدول التالي خل أسوي أقطع حتى يبين هنا هذي الجدول لاحظ هنا هسوي لك هذي الجدول نجي هنا الوزن اللي هو أكس آي العدد أكس وين أكس تو أثري وهكذا وهنانا العدد هذا الوزن وهذا العدد التكرار اللي هو أف آي هنا العدد نجعل وزن عندنا ستة تسعة سبعة اثمعش سبع طعش سبع طعش عشرين نجعل تكرار نجعل تكرار اللي قابله المناظر إليه هنا اثنين وثلاثة واربعة وستة وخمسة وسبعة نحن شنو شنو هنطلع الوسط الحسابي الوسط الحسابي اكس بار يساوي مجموع اكس آي اف آي على مجموع الاف آي هذا انلي راح نطلع هسه لازم شلون أطلع لازم أضربهم أول مرة لازم نضرب هذه اكس وين ويا اف وين المناظرة إليه اكس تو ويا اف تو اكس ثري ويا اف ثري وهكذا راح نضربهم ونطلع المجموع معمالتهم لاحظ هنا عندي اثمعش هنا عندي اثمنطعش هنا عندي ثمانية وعشرين هنا عندي اثمعش بليد ثنين وسبعين هنا عندي خمسة بليد ثلاثة خمسة وثمانين هنا عندي مية واربعين لاحظ فهس اش اسوي راح اطلع هنا المجموع مالتهم المجموع هنا اثمعش اثمنطعش اشرين اثنين وعشرين اربعش اسبع وعشرين مجموع التكرار وهنا طلعت الكوميات ثلاثمية واربع وستين ايضا انتهمت جمعة حتى ما نتأخر ما يتأخر الدرس لان يراد لوقت تجمع فانت جرب ان شاء الله بالبيت هتحله وتجمع يطلع لك هذا المجموع حتى رأسا نكتب الوسط الحسابي راح يساوينا الوسط الحسابي يساوينا هذا المجموع اللي احنا مطلعينه ثلاثمية واربعة وستين على سبعة وعشرين وهذا نطلعين احنا ايضا الناتج مالك واللي يطلع هتانا يساوي هذا بي تلتطعش والباقي تلتطعش على سبعة وعشرين هذا هو الوسط الحسابي للسؤال الثاني لهذا الجدول اللي يمثل توزيع تكراري نجعل المثال السؤال البعد سؤال الثالث نجعل سؤال الثالث سؤال الثالث ثم الطيني توزيع تكراري ذي الفئات نجي سؤال الثالث يقول اوجد الوسط الحسابي اوجد اوجد الوسط الحسابي لأوزان لأوزان أربعين لأوزان أربعين طالب لأوزان أربعين طالبا اوجد الوسط الحسابي لأوزان أربعين طالب بالكيلوغرام بالكيلوغرام من الجدول التكراري من الجدول التكراري زي الجدول التكراري الآتي رح يطينيه وبعدين ايضا انظم الجدول الحل هذا منطيني الفئات هي الفئات الأوزان يعني والتكرار التكرار احنا السبعين للأثمانين آخر شي للأثمانين آخر شي للأثمانين حددها هاي الفئات التكرار اللي يقابلها هنا يقابلها هنا عشرة وهنا خمسطعش وهنا أربعة وهنا خمسة وهنا ستة وهنا ستة هس ش رح أسوي رح أسوي أنا جدول تكرار جديد ليش حتى أطلع لكم مركز الفئة رح بالحل هس رح نيجي على الحل لاحظ رح أجي على الحل رح أعملكم هذا الجدول وهي الجدول حتى أنت بالامتحان لازم تنظم وترتب الجدول هالشكل تكون تنظم وترتبها الجدول هنا أعدي الفئات هنا وهنا التكرار لاحظ وهنا رح أطلع الفئات خل أنزلها لحد الأدنى 30 والأعلى 40 يعني طول الفئة هنا في هذا السؤال عشرة طول الفئة في هذا السؤال عشرة من 30 للأربعين من الأربعين إلى الخمسين من الحمسين للشاتين من الخمسين للـ 60 من الزوزيز من 60 للـ 70 لاحظ إلى السبعين وهذه همين رح بعد حق الأحتاج أحتاج هنا حق الواحد فهنا ما راح أذكره أنه بس الأخير نذكر من الـ 60 للـ 70 وعدي من السبعين إلى الاثمانين لاحظوا شلون هنا من السبعين للاثمانين هنا عندي هذه XI وهنا FI لاحظ هسه هنا الفئات XI هنا رح أطلعها اللي يتمثل مركز الفئة هنا هنا اتمثلي مركز الفئة هنا رح أطلع لك إياها هنا XI اللي يتمثل مركز الفئة زين شون طلعنا خلي نزل التكرار المناظر لكل فئات هنا عندي 10 هنا عندي 15 هنا عندي 4 هنا عندي 5 هنا عندي 6 هنا عندي 6 زين فهسه أجي أطلع مركز الفئة شون نتعلم نطلع مركز الفئة ناخذ الحد الأدنى لكل فئة زائد الحد الأعلى نقسمه على 2 اشقد الحد الأدنى 30 زائد الحد الأعلى 40 على 2 اشقد يطلع 30 زائد 40 70 على 2 35 هذا مركز الفئة لهذا 35 أجي هذه 40 زائد الحد الأعلى لها 50 على 2 اشقد يطلع مركز الفئة 40 زائد 50 90 على 2 45 وهكذا 50 زائد 60 45 هذه العفو 50 و60 110 حسه 50 وهكذا زائد 60 على 2 هاي تقدر تطلعها على جهة وتكتب رأسا المركز الفئة بس الأرقام هم ماكو مانع يعني مو شرط إلا تطلع مركز الفئة داخل الحقل تجمع وتقسم تطلعها خارج الجدول تجمعها وطلع مركز كل فئة ورأسا تخليها داخل الجدول هم ماكو مانع بكيفك يعني هم صحيح تطلع زين هنا شنو عندنا عندي 50 و60 110 على 2 55 لاحظ وهكذا هسه 60 زائد 70 على 2 يطلع 130 ويطلع 65 لاحظ شوفوا المركز الفئة كلها زيادتها يعني 10 عشرة 35 35 55 65 شوف متناوبا بينه زين حتى لا تخطأ بيها هنا آخر شي 70 زائد 80 على 2 70 و80 هنا 150 على 2 75 وهكذا هذي طلعت مركز الفئات هذي عندك طلعت مركز الفئات هزا شرح أسوي رح أضرب رح أسوي رح أضرب كل وحدة X1 لمركز الفئة الأولى ويتكرار X2 ويتكرار X3 وهكذا وبعدين أسوي لهم جمع بعدين أجمعهم هنا بعدين رح أجمعهم هذا الحقل آخر شي رح أضربهم بالأخير أطلع المجموع هنا بالأخير رح أطلع المجموع بالأخير أطلع المجموع هزا شرح أسوي رح أضرب لاحظ FI في XI رح أجري عملية الضرب هنا أكو أرقام سهلة رأسا تطلع وأكو أرقام أيضا ضربتها هنا 35 هنا 675 هنا 20 0 22 هنا هم سهلة 5 باليد 2 30 32 وهنان 30 0 باليد 3 2 4 3 5 4 5 هذي ضربتهم رح أطلع أيضا المجموع حتى نطلع تتعرف ونطلع مجموع التكرار نطلع مجموع التكرار لاحظ 10 20 25 29 هنا 30 40 التكرار يطلع وهنا المجموع أيضا تحاول الجمعة بالبيت تطلع 2020 هذا المجموع منه مجموع fi fi او نفس المعنى fi fi او xi fi هذا المجموع مالتهم هذا المجموع مالتهم ضربتهم وعدي مجموع fi رأسا شو رح يطلع لي الوسط الحسابي اتفقنا عليه يساوي مجموع fi في xi على مجموع fi انا امطلعتهم هسه 2020 على 40 2020 على 40 يطلع 50 وخمسة بالعشرة هذا هو الوسط الحسابي لهذا الجدول التكراري ان شاء الله اللحق بقى اخر سؤال اللي هو عندي سؤال الرابع بقى عندي ان شاء الله عندنا وقت اشرح لكم هذا اخر سؤال بالتمارين ايضا هم على الجدول التكراري لذي الفئات ايضا هذا راح سأوضح لك اياه ان شاء الله تفتهم اخر سؤال اللي هو سؤال الرابع سؤال الرابع هنا سؤال الرابع شي يريد احسب احسب الوسط الحسابي للقيم المعطات للقيم المعطات في الجدول الاتي في الجدول الاتي ايضا مطينا جدول مطينا جدول هذا بفئات لاحظ هنا بيفئة والتكرار الفئة والتكرار منطينا الفئات من خمسة الى ثمانية لاحظ احنا احنا جدول طول الفئة من ثمانية الى هدعش من هدعش الى أربع طعش من أربع طعش الى سبع طعش من سبع طعش الى عشرين اخر فئة هنا من عشرين الى ثلاثة وعشرين اش قد طول الفئة انت مبين مبين عندك طول الفئة اقل قيمة خمسة واعلى قيمة ثمانية الفرق بين هم ثلاثة يعني هنا طول الفئة هو ثلاثة شوف من ثمانية الى هدعش طول الفئة ثلاثة وهكذا كلهم زين شنو التكرار المناظر لهم هنا هدعش وهنا تسعة وهنا سبعة وهنا ثلاثة وهنا ثنين زين نفس الطريقة بعد تعلمت انتهى سرح نعمل جدول رح اعمل جدول هم اطلع الفئة هنا بالحل رح اعمل لكم جدول نعمل هذي الجدول حتى ارتبه للفئات والتكرار واطلع مركز الفئة وحقل اضرب مركز كل فئة في التكرار المقابل الى وهكذا مثل السؤال السابق اللي حليته مثل السؤال السابق اللي حليته لكم هسه خلي نشوف طلع مركز الفئة وبعدين اكمل الحقل الباقي هسه هذي اجعل الفئات هنا الفئات اللي عندي ااخذهم من الجدول لاحظ هنا الفئات اطلع خمسة الى ثمانية من ثمانية الى هدعش من هدعش الى اربعطعش من اربعطعش الى سبعطعش من سبعطعش الى عشرين ومن عشرين الى ثلاثة وعشرين شنو ناخذ التكرار المقابل الى يعني اف اي هاي التكرارات اللي هو اف ون الهدعش هذا تسعة هذا سبعة هذا ثلاثة هذا اثنين هذا اخر الفئة جيد ما كتبته خمسة اخر شي هذا عندنا اخر هذا خمسة ان شاء الله نكمل السؤال قبل ما انتهي الدرس حسا اطلع ايضا مركز الفئة اللي سميناها اكس اي طلع مركز الفئة هم قلنا نجمع لاحظ نجمع الخمسة زائد ثمانية على اثنين لاحظ خمسة زائد ثمانية تلاتطعش على اثنين يعني ستة ونص وهكذا ثمانية زائد اهدعش على اثنين ايش قد يصير تساطعش يعني تسعة ونص يعني ايش قد الفرق بيناتهم تلاف تلاف لاحظ اهدعش زائد اربع طعش على اثنين وهكذا ايش قد يصير عدنا احنا اهدعش واربع طعش خمسة وعشرين خمسة وعشرين على اثنين يعني 21 ونص ايضا زائد ثلات زائد 3 وهكذا اربع طعش زائد 17 على اثنين ايضا نصير 15 ونص وهكذا ايضا 17 زائد 20 على اثنين يزيد ايضا ايضا 18 ونص وهكذا 20 زائد 23 على 2 أيضا يزيد 3 21 ونصف هذا هو مركز الفئات شو راح نسوي؟ راح ينضرب ويه التكرار راح ينضرب ويه التكرار هذه وبعدين أطلع للجمع هذا راح أضربه مع التكرار يعني F I X I راح أضربه وأطلع لك الناتج رأسا لأنه ما يترفيه للوقت حتى أضرب وإنت تضرب بالبيت تقدر تضرب ضرب عادي راح أضرب مثلا 11 في 6 ونصف يطلع 71 وخمسة بالعشرة راح أضرب 9 في 6 في 9 85 وخمسة بالعشرة لاحظ راح أضرب 7 في 12 ونصف راح يطلع 87 وخمسة بالعشرة راح أضرب 3 في 15 يطلع 46 وخمسة بالعشرة وهكذا هذا عمليات ضرب عادية 2 في 18 راح يطلع 37 لاحظ هنا وراح أضرب هنا آخر شي عندي 5 هذه 5 راح أضربها في 21 ونصف يطلع 107 وخمسة بالعشرة راح الناتج النهائي المجموع مالتهم راح يطلع 435 وخمسة بالعشرة مجموع التكرار عندي 37 المجموع راح يطلع ل37 فهي الساعة دي فقط أطلع القانون مالتنا اللي كل ساعة نحتيه اللي هو الوسط الحسابي لاحظ الوسط الحسابي لهذا الجدول التكراري لاحظ هنا فقط مجرد عمليات ضرب وهنا هذا المجموع هذا المجموع سميشن المن fi xi وهذا المن المجموع هذا مجموع fi بس مجموع التكرار نجي على ال x bar اللي هو الوسط الحسابي لهذا مجموع fi مضروب في xi على مجموع fi وبالتالي يساوي عندنا طلعنا المجموع اللي هو شقيد 435 وخمسة بالعشرة على 37 بعد ما تقسمه بالبيت يطلع لك 11.77 هذا هو الوسط الحسابي ان شاء الله افتهمتو هذا اخر سؤال بالمنهج وبتمارين 10.1 وعيده اكرر لك انت في حالة الجدول التكراري ذي الفئات اذا عندك هذه مركز الفئة تقدر اذا تريد يعني ما تريد تطلع هذا الجدول على جهة تروح تجمع رأسا الحد الادنى والحد الاعلى للفئة وتجمعها نتقسم من على اثنين وتخلي الناتج تطلع هذا الناتج وتخليه فقط داخل هذه الحقل فقط هذا تخليه فقط هذه الارقام تخليها داخل الحقل اذا ما تريد تجمع واذا جمعت بالحقل ماكو مانع يعني حتى المصحح يشوف انه انت جمعت قسمت على اثنين الحد الادنى الحد الاعلى وطلعت مركز الفئة وبعدين ضربتهم ضربت هذا العدد اللي هو مثل اكس 1 ويا اف 1 طلع هذا الناتج اكس 2 ويا اف 2 طلع هذا الناتج وهكذا وهكذا ضرب عادي هذا تضربه بعد ما طلعت نواتج الضرب تجمعهم ويطلع مجموع اف اي في اكس اي مجموع حاصل ضرب كل مركز في اي في التكرار المقابل لها وقسمنا على مجموع التكرار ان شاء الله عزاء الطلبة افتهمت هذا موضوع الاحصاء اللي يحتوي على الوسط الحسابي والوسيط والمنوع فلهنا اعزاء الطلبة انا بعد كملتلكم الفصل الاخير اللي هو فصل العاشر الاحصاء وبين لتلكم الوسط الحسابي في حالة اذا اجتنا مجموعة من القيم بيانات غير مبوبة وشو رحته وقلنا مجموعة القيم على عددها وبين تلكم اذا كان الوسط الحسابي للتوزيع التكراري اضا اخدتلكم جداول والوسط الحسابي للتوزيع التكراري ذي الفئات وايضا شرحت لكم الوسيط والمنوال فقط الوسيط والمنوال في حدود منهجنا فقط للقيم لعدد من القيم يعني بيانات غير مبوبة ما عدنا بيها توزيع تكراري ولا جداول هسا حاليا في موضوع منهجكم فلهنا عزائي الطلبة راح اختم درسي لهذا اليوم واتمنى لكم النجاح والموفقية باذنه تعالى واشكركم على استماع للدرس وان شاء الله التقيكم في دروسا قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة